تحاول جهات سياسية عدة دفع موعد الاقتراع لضمان الحصول على مكاسب انتخابية أكبر رغم تأكيدات منفوضية مستمرة لجاهزيتها الكاملة أصداء تأجيل الانتخابات المحلية لدى بعض الأحزاب والمستقلين لأسباب تركزت بكسب المزيد من الجماهير أو زيادة حدة التنافس ما بين الجميع الشهر الثاني عشر من هذا العام هو الموعد المقرار لإجراء الانتخابات ليرتفع التوتر بين البعض بخلافات سياسية استغلت في هذا التوقيت بمحاولات لدفع موعد الاقتراع لأطول مدة طامعا الخلافات السياسية تؤثر وتحرق البلد يعني هذا من 2003 إلى هذا اليوم هي الخلافات السياسية والمناكفات والمشاكل السياسية أثرت بشكل كبير وسلبي على المواطن العراقي لا أعلم إلى أين سنتجه وإلى متى ستبقى الخلافات السياسية تؤثر علينا وتشير مفوضية الانتخابات إلى جاهزيتها لإجراء الانتخابات بوقتها المعلن مؤكدثا إكمال استنام بيانات المرشحين وتحديث معلومات جميع الناخبين وتحويلها إلى جميع الوزارات المعنية بتدقيق بيانات المرشحين وتأكد من مطابقتهم الشروط الرسمية اليوم مفوضية الانتخابات حقيقة ومن ضمن الجدول الزمني تباشر بإجراء كافة الجوانب العملياتية الخاصة بإجراء هذه الانتخابات ومن ضمن هذه الجوانب اليوم لدينا عدد من الورش الخاصة بتدريب الكادر على الواجهات الإلكترونية الخاصة بالأجهزة المستخدمة في يوم الاقتراع كجهاز التحقق وجهاز تسريع النتائج بالإضافة إلى جهاز الإرسال وبلغت أعداد المرشحين في بابل وحدها أكثر من ثلاثمائة وتسعين شخصا موزعين على ثمانية ائتلافات وأربعة أحزاب وكتلة منفردة زيد الشهيب أرابي